اشتركوا في القناة بشأنه للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تسجيل الإصابات بفيروس كورونا متواصل بعد أزيد من سنة على انتشار الوباء ببلادنا والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية بقى السبيل الوحيد لتجنب العدوى الفلاحة البيولوجية بجهة الرباطس للقنيطرة تغطي مساحة تقدر بألف وسبعمائة كتار نوع زراعي يشمل الخضروات الأشجار المثمرة والنباتات العثرية مرحبا بكم من جديد نسأل النشرة بملف وحدتنا الترابية حيث عقد مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة أمسنا الأربعاء اجتماعه التشاوري المغلق نصف السنوي حول الصحراء المغربية وجرى هذا الاجتماع في أجواء يطبعها الهدوء وانتهى بدون إصدار أي بلاغ أعضاء مجلس الأمن تتبعوا إحاطة قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء بخصوص انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل البوليساريو وإعاقتها لحرية تنقل المينورسو وكذا معارضة الجزائر والبوليساريو لتعيين مبعوث شخصية تقرير محمد رد العبيدي اجتماع تشاوري مغلق بعنوين بارزة دعم متجدد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وضع على الأرض سمته انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل البوليساريو وعملية سياسية يعي المنتظم الدولي جيدا دور الجزائر وصنيعتها في إعاقتها ونتحدث عن رفض الجارة الشرقية وميليشيا البوليساريو مؤخرا لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث شخصي تعنت مماطلة وتسويف يقابلها التزام مغربي لعل إحدى تجلياته الموافقة وبشكل فوري على هذه المقترحات يتبين بوضوح اليوم للمجتمع الدولي بأن هناك أطراف تعاكس الإرادة الدولية وتريد عرق أهلات جهود الأمين العامة والمتحدة فالتوصية ثالثة مثلا من القرار الأممي 2540 وعين تؤكد على ضرورة تعيين مبعوث أمامي للأمم المتحدة جديد فهذه التوصية يمكن القول بأنها اليوم مجمدة بفعل اعتراض الجزائر وجبهة البوليساريو على كل الأسماء حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لم تعد تخفى على أحد ومن ثم تجدد الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي والدعوة إلى مواصلة العملية السياسية ومسلسل الموائد المستديرة التي تشكل فيها الجزائر طرفا رئيسيا وذلك برعاية حصرية للأمم المتحدة الواقعية تعني سيادة المغرب على أراضيه لأن الواقعية بطبيعة الحال هي واقعية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترح المغرب سنة 2007 وهذا السنة كانت حاضرة كذلك في هذا القرار المرتبط بقضيتنا الوطنية الأولى والذي صدر على المجلس الأمن كذلك مسألة أخرى وبطبيعة الحال تتمثل في ذكر دولة الجزائر خمس مرات وبالتالي فهذا الدكر ليس اعتباطيا ولكن يؤشر على ضلوع المباشر للجزائر في عرقلتي وبطبيعة حال اعتراض مسيرة الحل السياسي في اجتماع مجلس الأمن اشادة أخرى بتعاون مغربي مع بعثة المينورسو التي استفاد أعضاؤها من عملية التلقيح ضد كوفي 19 وعلى النقيض من ذلك عرقلة مستمرة من ميليشيا البوليساريو لمهمة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ لأعضاء مجلس الأمن التي طالبت البوليساريو باحترام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي عمل استفزازي أزيد من سنة على تفشي فيروس كورونا في بلادنا الفيروس التاجي ما يزال يتجول بيننا ويسجل يوميا أعدادا كبيرة من حالات الإصابة وفي انتظار بلوغ المناعة الجماعية يبقى الالتزام بالتذبير الوقائية الحل الأوحد لتجنب العدوى سميرة سبان ومحمد أمين عموري التباعد الجسدي الاستعمال الصحيح للكمامة والالتزام بطوابط التعقيم أساسيات من شأنها الوقاية من كوفيد-19 لكن هل ما زال المواطنون يلتزمون بهذه الإجراءات؟ احنا ملتزمين وكي كي لبعض اللي ما ملتزم كتبشي بعض الأماكن كتبقى ملتهم جميش ازدحام في أي مكان في الأسواق في الطبيسات، في التراموي في ممشيتي كتبقى ازدحامات وإذاً في نواة التباعد في نواة التزامات كي لفئة كتحترم وكي لفئة أخرى ما كتحترمش دباليش تغير قدام كنايرا كي اللي يدير الكمامة وكي اللي مديرش كي اللي معنك زعبو يعني كين وكين كين اللي محترم وكين اللي ما محترمش تباعد وكذلك عداد الإصابات في تزايد خلال الأوينة الأخيرة ما يعني أن التحلي بروح المسؤولية والوعي بخطورة الفيروس أمران ضروريان لتطويق دائرة انتشار الوباء نسكي مرضو بزر صراحة نسكي مرضو نسكي توقفو وشحن حاجة كاللي حاس لم تشهي موش ومعش وشنو المدردين لذلك الناس خلال كي جمع معاهم كي يقلوس كي تازم كالبان كي يدير هاش مكيداش ماقم كي باعتش للناس كي يقلس مع الناس في هاتي طالعا بي حد حرغي مرض شي قد يدروا الاحترام ولا لا هذا هو المشكل إلا كان يدروا الاحترام ونقلوا واقعا شي جعوا من زيد العام أما ينغم شو كنت تهم موجودك شي ما كي نالش التخوف من انتشار موجة جديدة من كوفيد 19 على الرغم من التطور الذي تشهد عملية التلقيح يجعل الالتزام بالتدابير الوقائية أمرا لا محيد عنه ترجع بعض المواطنين عن الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الوقائية من كوفيد 19 من شأنه الإسام في تفقم الوضع الصحي وانتشار متحورات الفيروس التاجية وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نربط الاتصال المباشر من مدينة فاس بالبروفيسور اسقال الحسين طارق رئيس قسم أمراض الكليب المستشفى الجامعية بفاس ونائب عميد كلية الطب والصيدلة مرحبا بكم معنا بروفيسور بداية بلوغ المناعة الجماعية والحد من انتشار فيروس كورونا سوجب الاستمرار في الاحترام التدابير الاحترازية برأيكم هل كان هناك استمرار من لدن المواطنين في التقايد بالإجراءات الوقائية وبماذا تفسرون بروفيسور أحيانا تراخي بعض المواطنين شكرا هناك بالفعل نوع من التراخي وهذا التراخي عنده أسباب متعددة بالإضافة إلى غياب الآفاق بالإضافة إلى المال من هذه الفترة الدامس 13 شهر حسل دبا بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية ولكن كذلك بالنسبة للسبب الرئيسي هو نوع عدم الإلمام بخطورة الموقف وهذا التراخي يمكن ترجع بكذلك لعدم تحليل المعطيات بصفة دقيقة حالياً لدينا 50 واحد يتوفوا كل أسبوع منذ 8 أسابيع وهذاك الاستقرار اللي لاحظناه أو انخفاض في الحالات الوبائية الآن تحول إلى استقرار ويمكن يكون يمهد إلى موجات ثالثة لا قدر الله بحالف العديد من الدول وهذا غير رسالة التي سنوصلها لدينا حالياً 5000 واحد التي تعتبرنا حالة ناشطة لدينا 400 واحد تقريباً في الإنعاش لدينا وفايات كذلك تتواصل بمعدل 50 وفاة في الأسبوع وهذه كلها الرسائل لخصة دوز المواطنين لكي لا يحصل هذا التراخي الذي تكلمته عليه نعم، بروفيسور المغرب تمد منذ ظهور فيروس كورونا تدابير السباقية للتطويق الوباء وبحلول شهر رمضان الأبرك وفي إطار حالة الطوارئ الصحية تم منع تنقل الليلي ما أهمية هذا القرار في منع انتشار الوباء خاصة مع ظهور السلالات المتحورة الأهمية قصوى لأنه كانت ترسانة من التدابير التي تم اتخاذها مثلاً تم الإغلاق مع 50 دولة لحد الآن في المجال الجوي وانتقالات كذلك كانت واحدة يقضى وبائية خصوصاً ديال الجينومات ديال هات السلالات اللي تتكلم عليها باش نشوفوا الدخول ديالها للمغرب وتتم تشخيص أكثر من 140 حالة حتى الآن بالإضافة للحالات اللي بقيها مجهولة هذه كلها النقاط اللي مهمة اللي خاصنا نضيفوا إليها ما أشارتم إليه أي أننا خاصنا نرضو نرضو بالنا في المستقبل من انتقال العدوى بصفة سريعة إلى دخلات هذه السلالات الجديدة السلالات لدرجة والسرعة الانتقال فيها أكبر من السلالات الأخرى بالإضافة إلى أننا لنسبة الناس اللي محميين ما زال ما وصلتش للنسبة كبيرة مرغم من الجهودات الكبيرة اللي بدلها المغرب 4.7 مليون حاليا اللي تلقوا اللقاح لجرعة الأولى و4.7 مليون اللي تلقوا اللقاح لجرعة الثانية ما زالين بعاد من المناعة الجماعية اللي ما غنصتها إلي كان ثلثين المغاربة ملقحين وحسنين على تلقيح بالصفة كاملة نعم البروفيسور صقال الحسين طارق رئيس قسم أمراض الكليب المستشفى الجامعي بفاس ونائب عميد كلية الطب والصيدلة شكرا لكم على كل هذه المعلومات منذ الخامس عشر أبريل الحالي قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء زوجات المؤمنين وأزواج المؤمنات من الإدلاء بشهادة عظم العمل لمواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض عبر تبادل المعطيات مع الجهات المعنية روبرتاج ريد عماو وحمز السايح تكبذت عناء التنقل إلى عدد من المصالح الإدارية للحصول على واثقة شهادة عدم العمل ومواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض عدت الملف لتفاجأ عند وصولها إلى وكالة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بقرار جديد زوجات المؤمنين وأزواج المؤمنات مع فيون من الإدلاء بهذه الشهادة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الحمد لله هذه بادرة بادرتها لك نفس مشكورة عليها مشكورة مشكورة لأن أنا ترفض لي الضوصي وجدفو كي ترفض لي على ديس هدو القاعد هذا بالحمد لله هذه بادرة بادرتها ونقصت لدينا جحل تحرق تحرق من هنا ونقصت قرار الإعفاء من إدلاء شهادة عدم العمل يندرج في إطار سياسة تبسيط المصاطر الإدارية وإجراءات التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض المعتمدة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيعتمد التبادل الرقمي مع المؤسسات المعنية من أجل تأكد من أحقية الأزواج وزوجات المؤمنين والمؤمنات في الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض وبالتالي لن يكون هناك للإدلاء بوثيقة عدم العمل سواء للتعضوديات أو للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهذا القرار أصبح السادي المفعول عملية إعفاء زوجات المؤمنين وأزواج المؤمنات من الإدلاء من شهادة عدم العمل ستشمل 521.675 شخص وهو ما يمثل 17% من إجمالي الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي يبلغ عددها 3.1 مليون شخص ودولياً افتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس قمة عالمية حول المناخ عبر الانترنت وقد تعهد بايدن بمساهمة بلاده في مكافحة الاحتباس الحراري والحد من البيعاثات الغازات إلى نحو 50% مع نهاية العقد الحالية تفاصيل أوفا في تقرير ابراهيم المرزوقي في اليوم العالمي للأرض وأمام نحو 40 من زعماء العالم إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة عالمية للمناخ تستضيفها بلاده على مدى يومين أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى إلى خفض انبعات الغازات إلى النصف على الأقل بحلول العام 2030 تنطلق الولايات المتحدة الأمريكية على الطريق لخفض انبعات الغازات إلى النصف بحلول نهاية العقد الحالي وهذا ما يمكننا أن نفعل إذا اتخذنا إجراءات للبناء والاقتصاد ليس فقط أكثر ازدهاراً ولكن أكثر صحة وعدلاً ونظافة لكوكب الأرض بأسره وكان الرئيس بايدن ومنذ اليوم الأول من ولايته في عناير الماضي قد أعاد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها سلفه دونالد ترامب من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوترز خلال هذه القمة على ضرورة بناء تحالف عالمي للانبعاثات السفرية الصافية بحلول منتصف القرن الحالي يساهم فيه الجميع يجب على البلدان بدءاً بالجهات الرئيسية للانبعاثات تقديم تدابير ومساهمات أكثر طموحاً ووضع إجراءات وسياسات لسنوات العشر القادمة بما يتماشى مع مصاري الانبعاثات الصفرية الصافية لعام 2050 وفي انتظار أن تخرج هذه القمة بقرارات حاسمة بخصوص خفض انبعاثات الغازات أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الفشل في مكافعة التغيير المناخي قد يقود النمو الاقتصادي العالمي الفلاحة البيولوجية بجاة الرباطس للقنيترة تغطي مساحة تقدر بألف وسبعمائة اكتار وتشمل الخضروات الأشجار المثمرة والنباتات العطرية روبرتاج حنال أرسلان عثمان التازي وحسناء المساوي يقربون أكثر من هذا النوع الزراعي بالعرجات بجماعة سهول انطلقت رحلة رضوان الخلقي مع الفلاحة البيولوجية منذ 2007 خابر الفلاحة أبا عن جد واستفد من عدة تكوينات خاصة بالفلاحة المستدامة مجان له خصوصياته وإكرهاته الفلاحة تكون فيها مجموعة الإكرهات أهمها أن طرق الإنتاج خالية من المواد الكيموية ومن مجموعة البذور إلى آخره التي تساعد هذا يجعل أن الإنتاج يكون قليل كذلك بالنسبة للأميلا تكون كثيرة لأنها لا تستعمل المواد الكيموية لمحاربة نباتة الضارة وهذا الشيء هذا وكي يجعل أن كلفة المنتوج تكون نوعا ما أكثر من الفلاحة العادية وبجماعة أيد سيبرن بإقليم الخميسات تجربة أخرى للفلاحة البيولوجية مع عبد الجواد العالمي العروسي عشقه لفلاحة عشق قديم تحقق بإقامة ضيعة نموذجية تضم 50 ألف شجرة من الخرب شجرة والدة تقريبا فعمر عشر سنين أغلبية تعتمو مئة كيلو ومئة عشر كيلو ومن بعد إن شاء الله تكبر شيئا تعتمو خمسمائة، ستمائة، ستمائة، ستمائة كيلو حتى ثلطون الخروفة ملسة تتحن تعتموها بيرب تعتموها بيرب تعتموها بيرب تعتموها من الشوكولات إلى جانب الخروب تضم هذه الضيعة ألف ومئة شجرة للأرغان في تجربة فريدة ومميزة لفلاحة مستدامة تستخدم تقنية الريب التنقيط الطق الشمسية لإعطاء منتوج ذي جودة وتنافسية وللتعرف أكثر على هذا النوع من الزراعات ينضم إلينا مباشرة أنا سيد يونس السبار المدير الإقليمي للفلاحة بالخميسات بعد الترحيب سيدي الكريم ما هي الوضعية الحالية للفلاحة البيولوجية وما هو تموقعها ضمن المنظومة الفلاحية أهلاً وسهلاً سي مهدي شكراً على الاستضافة بالنسبة للفلاحة البيولوجية على مستوى جهة الرباط سل القنيطرا وصلنا إلى المساحة حالياً 1,700 هيكتار وهذه الفلاحة وهذه الفلاحة التي تشجعها ووزارة الفلاحة وجميع البرامج التي تقوم بها وزارة الفلاحة والبودرية الجهوية بالنظر للمجموعة الخصوصيات التي منها المحافظة على البيئة وعلى التنوع البيولوجي كذلك المساهمة في الفلاحة المستدامة وكذلك تقديم إنتاج فلاحي وغذائي بجودة عالية كذلك بالنظر الإقبال المتزايد اللي كاللحظه سنة بعد أخرى المستهلك المغربي على هذا النوع هذا المنتج الفلاحي البيولوجي واللي يشكل فرصة بالنسبة للضيعة الفلاحية والاستغلالية الفلاحية أنهم ينميوا وأنهم يطوروا الفلاحة لهم ويسايروا هذا الإقبال هذا وليما فيه من خير على دخل لهم وكذلك سيد صبار هذا المجال يعرف عدة إكرهات منها ضعف المرضودية وكلفة الإنتاج سؤالي ما هي المقاربة التي جاء بها مخطط الجيل الأخضر لرفع التحديات وتنمية الفلاحة المستدامة بالنسبة للمخطط الجيل الأخضر فأعطى لهذا الفلاحة البيولوجية واحد الحيز كبير في المحاور يعني اللي كيحتل واحد المحور من المحاور اللي كيشكلها اللي كيعالجها مخطط الجيل الأخضر يعني كنا هدفوا من وراء هذا المخطط ومن وراء هذا البرامج يعني توسيع ديال الأراضي ديال تخصص الفلاحة البيولوجية اللي عادي نحاولو نوصله لـ 14 ألف هكتار ويعني باش نوصلوا لهذا المساحة هذي كي نمجموعة ديال الرافعات اللي عادي نشتغلوا اللي عادي نشتغلنا عليهم واللي يعني ما زال عادي نشتغلوا عليهم منهم الفلاحة التضامونية اللي برمجنا فيها يعني تقريبا واحد المساحة ديال 5500 هكتار ديال يعني الانتقال من الفلاحة العادية إلى الفلاحة البيولوجية وكذلك تشجيعات اللي كتقوم بها الدولة عن طريق صندوق التنمية الفلاحية من أجل يعني المصادقة والتتبع ديال ضيعة الفلاحية من أجل الحصول على يعني على الترميز والرمز ديال الفلاحة البيولوجية وعلى الاعتراف بالفلاحة البيولوجية إذن هذو مجهودات كبارين اللي عادي تقوم بهم الوزارة ولي عادي تقوم بهم الوزارة خلال السنوات المقبلة باش أننا نوصلوا للمساحة ديال 14 ألف هكتار هذا 14 ألف هكتار اللي عادي تشبل جميع الأنواع ديال الفلاحة يعني الأشجار المتميرة الخضروات نبتات طبية والعطرية وكذلك يعني الفخويغوجي يعني الفوكي الحمراء نعم إلى الأخير إذن سيد يونس صبار الموديل الإقليمي للفلاحة بالخميسات شكرا لكم على كل هذه المعلومات تغيير شامل سعى إليه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة سل الموسم الحالي على المستوى الفني الإداري والتسييري وهو ما أنعكس إيجابا على مصار الفريق في بطولة هذا الموسم كما أضاف إلى ذلك شراكها مع فرع كرة القدم للنادي خالد شخمان عبد الرحيم الزياني ونوردين الوباني استراتيجية جديدة وطموحة عززها فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة باتفاقية شركة مع فرع كرة القدم تلزم الطرفين العمل على مشاريع مشتركة تهم الموارد المالية والبشرية هذا اليوم يكون بداية تعاون يعني ديال الجريبة اللي ياخذين في هذه السنة السنة الماضية يعني أولا لازم يكون عندهم انتغان ديالهم انديفيدويل اللي يكونوا فيهم المقابلة ديالهم ويجب أن يكون عندهم انسانتغ فين يديروا لليليكول ويكونوا مداخل الكرة السلة مستغلا تألقه في الدور الممتاز ظهر الفريق بمظهر الندي المحترف وقدم لعبيه ومكتبه المسير وكذا مرنامجه الطموح للموسم الجاري والمواسم المقبلة حددنا وقدم للمشاريع مهمة اللي غانشتغلوا عليها اللي غايقوا الوقع ديالها إيجابي على تطوير ديال الرياضة في مدينة فاس وبصفة خاصة وبصفة عامة على كل جهة فريق المغرب الفاسي أحد الأضلاع المهم لكرة السلة الوطنية أقدم على تعقودات محدودة لكنها مؤثرة سيقدم ولا شك موسما تنافسيا استثنائيا اللحظة مشاهدين توقفوا عند جديد حالة التقصي في بلادنا مع سلاف السريعي طبا نهاركم مشاهدين وأهلا بكم إلى النشرة الجوية بقية هذا اليوم بحول الله ستظهر صحب كثيفة بالواجهة المتوسطية وكذلك بمنطقة ريفة كما ستنمو خلايا غير مستقرة على شكل صحب ركامية بالأطلس المتوسط فيما الأجواء صفية بالمناطق الشمالية حموما كما ستمر صحب من الأجواء العليا درجة الحرارة ستعادل 23 درجة بالحسيمة 25 درجة بفاس ومكناس 19 درجة ببولمان وبإفران 24 درجة بتطوان 23 درجة بتنجة بالعرائش وكذلك بالقنيترة وبالدار البيضاء ستسجل 22 درجة بالأطلس الكبير ستنمو خلايا غير مستقرة على شكل صحب ركامية كما ستهب الرياح قوية نسبيا بالقرب من السواحل الوسطى درجة الحرارة ستعادل 30 درجة بالراشدية وكذلك بتنغير 33 درجة بأرفود وورززات 34 درجة بزغورة 27 درجة ببني ملال 28 درجة بخريبقا وبأسفي 22 درجة بالصويرة 30 درجة بمراكش وترودانس و24 درجة بأقادير بشمال الأقليم الجنوبية ستكون الأجواء مستقرة مع هبوب رياح نسبيا قوية ورفع بعد الزوابع الرملية وبأقصها سيكون تقص عموما مستقر وصفي درجة الحرارة بالحيون ستصل إلى 29 درجة 31 درجة ببكرة 35 درجة بأوسر 34 درجة ببئر أنزران 25 درجة ببوشتور وكذلك بالدخلة وبمدينة الكويرا ستسجل 27 درجة شكرا على طيب المتابعة مشاهدين وعود إلى بلاتو الأخبار مشاهدين قبل توضيعكم هذا تذكير بأهم مجاة في النشرة أعضاء مجلس الأمن يجددون التأكيد بالإجماع في للمشاورات النصف السنوية حول قضية الصحراء المغربية على دعم عملية الأمم المتحدة الحصرية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي براغماتي دائم ومتوافق بشأنه للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تسجيل الإصابات بفيروس كورونا متواصل بعد أزيد من سنة على انتشار الوباء ببلادنا والالتزام بالتذبير الوقائية والاحترازية يبقى السبيل الوحيد لتجنب العدوى الفلاحة البيولوجية بجهة الرباطس للقنيطرة تغطي مساحة تقدر بألف وسبعمائة هكتار نوع زراعي يشمل الخضروات الأشجار المثمرة والنباتات العطرية شكرا على طيب المتابعة في أمان الله